سلط معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى سلط الضوء على عمل ميليشيا بابليون بزعامة ريان الكلداني تقرير للمعهد ذكر أن ميليشيا بابليون تسيطر على أجزاء من الطرف الشمالي الشرقي الخارجي لمدينة الموصل بالإضافة إلى تلكيف وباطنايا لفتا إلى أنها متورطة في شن الكثير من الهجمات الصاروخية وغارتين بطائرات بدون طيار على إقليم كردستان والقوات الأمريكية والتركية وذلك انطلاقا من مناطق سيطرة اللواء في سهل نينوى شمال غرب البلاد وأضاف أن لواء أحرار العراق المسؤول عن هذه الهجمات يستخدم بشكل أساسي صواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة إيرانية الصنع في عملياته الإرهابية وأكد التقرير أن ميليشيا بابليون مرفوضة من قبل المسيحيين الموجودين في نينوى إلا أنها تفرض سيطرة بدعم الحشد وذلك بعمليات قتل وخطف كل من يخالف زعيمها المعاقب أمريكيا ريان الكلداني أمريكي أمريكي أمريكي